تحقيق بعنشرين تنقل لكم الخبر اليقين بالصوت والصورة ونطلق لكم خارجاتنا ونطلق لكم رائعين صيحة وراء ونطلق لكم حيث اهدى خطو قابت تربة الله احد الاعلاق صوت صوت واحد كلمة لي صريمة ياته الواحد انه واحد وحد انا وحد لم يكن فقط فائد جماعة في الجماعة وإنما واحد السادق من أبو بابا القرية كأربينا مريفة بأي بيبنة في مستقر يعني من قليل شاب يافئ وإحنا كنا يافئين وشاطنا شميتي لأينا الجماعة وعامنا مع عاما والسلاوات لبداية السلام عليكم معكم عبدالعزيز كستين رئيس جمعية تفاول العمال الاجتماعية وعضوه في مجلس جماعة دررقا ولكاتب الإقليمي لفرع الجامعة الوطنية لجمعية آباء وأولياء التلاميذ وعضوه بلجنة تنظيم كما قد عرفوا اليوم حفلت أبين لأخونا وصديقنا رشيد نافع الحضور لفت لعدة شخصيات محلية إقليمية وجهوية وحتى وطنية وهذا كيدل الحب والعمل لكيقوم برشيد نافع والميزة لكي نعد رشيد نافع هو دائما يعني كيطلب يعني كيطلب يعني الغير ما كيطلبش لرسو وعنده الفضل في تأسيس عدة جمعيات وعدة هيئات سواء كانت محلية أو إقليمية و وبرأيي صراحة يعني سي رشيد كنقول لي إنك يعني لن تموت ما دمنا نحن بجانبك وكنقول يعني الأسرة ديالو اللي صبركم ولي رزقكم الصبر محمد طمطم إطار بالمندوبية الجهوية لشؤون إسلامية لجهة السسمسة كنحضروا هذا الحفل التأبيني بعد مرور أربعين يوما عن رحيل فقيد ناسي دي رشد محمد نافع وأبهرنا ما رأيناه من تضامن بين فعاليات المجتمع المدني بهذه المنطقة بمنطقة الدرارقة التابعة لأجدير إدوتنان ولجهات السسمسة كما نصر الله عز وجل أن يرحم فقيدنا برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جنانه ونقدم الشكر الجزيل لفعاليات المجتمع المدني من جمعيات وحقوقيين ورجال التربية والتعليم ورجال الصحافة المتواجدين معنا في هذا الملتقى الذي سيبقى ذكرى خالد في رحيل أخينا سيد رشيد نافع السلام عليكم ورحمة الله بالله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المصالين وعلى آله وصحبه والسلام معكم مؤدي نجد الأنوار لذلك المكر أولا من نسبة هذا الرجل نصر الله عز وجل أن يرحمه وأن يغفر له وأن يكرم نزوله وأن يدخل في ساحة جناته هذا الرجل العصامي الذي قدم الكثير لجماعة دررقا ولمنطقة أقادير ولكثير من المناطق فاعل جمعوي بامتياز نصر الله عز وجل أن يكتر من أمثاله كل شباب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم أن يأخذ حدوة وأن يكون مثل إن شاء الله فهناك من مر في العمر من مر في عمره سبعين سنة وتمانين سنة ولم يقدم شيئا لهذا المجتمع وهناك من عمره بالقليل بالكثير أربعين سنة ثلاثين سنة خمسين سنة ولكن قدم الكثير تبقى في الأعمال ولا تبقى في الأعمار صلى الله أن يوفقنا وإيهكم لما فيه الخير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامنا والحمد لله رب العالم